السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهل فيكم بفيديو جديد لنحكي اليوم عن تقرير أو خبر نشروا التلفزيون السويدي بعنوان يعني المزيد من الأطفال دون 6 سنوات أو بعمر 6 سنوات لديهم حفر في الأسنان ويقول التقرير أنه تقريبا ربع الأطفال بالسويد كان عندهم تسوص بالأسنان بعام 2019 لكن الأطفال اللي هني من أبوين مولدين خارج السويد كانوا هني ثلاث أضعاف الأطفال اللي عندهم تسوص بالأسنان مقارنة مع الأطفال اللي والديهم مولدين بالسويد طبعا قام مجلس الشعون الاجتماعي سوسيا الستيرلسن بتحليل تطور صحة الأسنان بالسويد خلال السنوات اللي بين 2013 و2019 طبعا دول الأطفال اللي هني بعمر الحضاني يعني لحد عمر 6 سنوات وبشكل عام كانت صحة الأطفال بالسويد جيدة وتحسنت مع الزمن لكن كان فيه تدهور أو يعني مشاكل بالأطفال اللي يدون 6 سنوات بعام 2013 كان هذا الشيء واضح ولذلك كان فيه تحليل لصحة الأسنان خلال هاي الفترة طبعا بحسب التقرير فكان الأطفال الذكور هين هني أكتر أو نسبة الأطفال الذكور اللي عندهم بتسوس أكتر مقارنتها مع الأطفال الناس وبيقول التقرير أن أحد العوامل اللي أدت أو اللي عم تأثر بصحة الأنسان الأسنان الأطفال هي بلد ولادة أباء الأطفال يعني مثلا الأطفال اللي مولودين خارج السويد وأيضا وضعهم الاجتماعي والاقتصادي وأيضا صحة أسنان الأباء كمان وأيضا يعني التواصل الأباء من ناحية ومن العوامل المؤثرة بحسب التقرير لتدهور أو لتأثير على صحة أسنان الأطفال هني بلد الولادي في حال كان مولودين بالسويد أو لا وحتى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأباء وحتى أيضا صحة أسنان الأباء كمان بالإضافة لها حتى التواصل الأباء مع رعاية الأسنان بالسويد وبنسبة بتقول ممثلة مجلس الشؤون الاجتماعية أنه هذه الأقام وهذه التحليلات لازم تتأخذ بحذر خصوصا أنه السنتين الأخرانيين يعني الأخذتين تحت تأثير جائحة كورونا كان هناك تأثير لرعاية الأسنان كونه كان فيه تباعد اجتماعي وكان فيه طابور كثير على الحصول على العلاج بالعيادات نحن بنوصل لختام هذا الفيديو شكرا المتابعة والسلام عليكم